صباح الخير او مساء الخير يا برج العرب القراءة المعرضة للعاطفة ابدأ عطول في الطاقة العامة طيب انت شايفو ازاي انت شايفو لو بتتعمل مع مرج الاسود طبعا انت شايفو شخص اعتقد يا برج العرب هو شخص برضو برضو في صفة الليبانية وشخص متحكم اوي ممكن يكون كان بيخنوقك في العلاقة وكان مسك عليك اوي وشخص بيحب يتحكم في القدام بالمعنى الثاني يعني بيحب يتحكم اوي في الشخص اللي معنا متحكم اوي شايفو متحكم اوي 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 وممكن كمان تكون شايفو انه هو مدكش المشاعر اللي انت تستحقها يعني انت كنت بتديله مشاعر وهو كان بيديلك نص حاجة تجيله مسلا تكلموا مردين تلات مرات في اليوم هو لما يجي انت تنتظر المكلمة منه ما يكلماش او انت لكنت بتبدأ دايما شايفو ان هو شخص متحكم وشخص بيقافل اوي 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 على نفسه مش قافل على نفسه يعني منعزل لا بيقافل اوي على حتة ان هو ما يديش لحد مشاعر قافل على مشاعره اوي او متحكم فيك اوي 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 المهم ان او شخص متحكم وعنيد وبيحكم رأيه وغيور ممكن يكون غيور كمان كم جهيرة عليك اوي 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 شايف انها يعني علاقة فيها تحكمات كتير اوي لان انت مجروح قلبك اوي منه اوي يعني وفي حصرة وندم به ولكن هو عمى يعني انا حاس انه هو مغيب او حاجة زي كم لانه يعني عارف انت لما تايفل معا تقوله يمشي من هنا كالا وما تجيش هنا تانى هو دا فهيقولك لا انا والله ما اسيبك انا احبك اي مقوبرج العرب يتحكي عنك نفسه برضو ساعاته يقول ايه يقول الى انا همشي من العلاقة هو دا هقولك بقى برج العرب هو عايز يعمل ايه هو راجع لو انتو بتتكلموا ع بعضو مفيش فراء ولا حاجة واعتقد هو مفيش فراء هو عمالي يكلمك دلوقتي او هيكلمك وممكن يكون دي تاني عرض يقدمه او تالت عرض كمان او بيزن عليك لانه زنان قوي زنان وما بييقاس على فكرة شخص ما بيقاس كل ما هتجي تقوله انت جرحتني وقطعت في قلبي وتغيبته معاك قوي يروح مدافع عن نفسه بقى يدافع عن نفسه ويقولك لا والله ده انا بحبك اهو استنى بس استنى بس انت رايح فيين خد بس ما اقولك اهنا ده انا بحبك انا غيور او انا متحكم او انا مش عايزك تكلمي حد غيري او او انا مش عايزك تكلم حد غيري وبتاع ولكن انا بحبك او انا بحبك عموما يا شخص باقي عليك قوي يا برج العرب قوي ومش ناوي لا مش ناوي يمشي خاص وشايفك انت الحاجة الحلوة اللي معي يعني انت بقى ناوي علي ايه انت ناوي توازن ناوي توازن عموما سواء لو كنت هترجع في العلاقة دي مرة تانية انت ناوي توازن بين عقلك وقلبك لان الظهر يا برج العرب ان انت اديته كتير قوي قوي وديته اكتر ما هو اديك فلذلك انجرحت وحسيت بعدم تقدير في العلاقة دي بالزبط كده عشان كده انت عايز تعمل توازن انت بدلا ما كنت تديله العشر كوبات مثلا هتبدأ تديله مقابل كل كوباية هو يدالك انا هدي كوباية هتكلمني كلمتني النهاردة هكلمت اهتمت بي هتم بيك غير كده لا يعمل انا اتعلمت الدرس انا انجرحت منه خلاص تقريبا الوجع ده فوقك يا برج العرب هتعمل توازن لو رجعت تاني بعد ما هو هدفع نفسي قولك لا والله بنا بحبك وبتاع و تعالى نرجع فلو هترجع تعمل توازن في العلاقات دي وناوي انت اللي تعمل توازن ده ناوي تقوله بقى انا اشوف بقى هتخني افورك لا طبعا يعني الخيانة متبقاش بصادر خيانة ولكن هتناوي انت تعمل توازن تاني في العلاقات دي يا برج العرب وتقوله زي ما انا بديك انا كمان هاخد ومش هسكت المرة دي طيب هو شايف العلاقه ازاي هو بصراحة يعني العلاقه حلوة اوزار ان هو خلاف عالحادات فعلا يعني بسيطة مش حدا صعب يعني اللي لو كانت فعلا انت اكتشفت طرف ثالث في العلاقه ولكن لو اكتشفت طرف ثالث فاعرف ان الطرف الثالث ده طرف وهمي بيتسالة به انا حاسة ان هو شخص زي ما قلتلك شخص متحكم وشايف نفسه شوي ممكن يكون بيشتغل حاجة مثلا مشهورة عالسوشال ميديا او مشهور نوعا ما وشايف نفسه وبيحب يتكلم الناس كتير قوي بس في الاخر انت 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 اللي في باله على فكرة يعني سواء بيكلم انت لو اكتشفت انه بيكلم بنات غيرك ولا الحاجة بس انت برضو انت رقم واحد عنه طب هو شايف العلاقه ازاي هو شايفه علاقه جميلة قوي وعلاقه فيها ذكريات كتير ازار من انتو فعلا بقلكم كتير فترة مع بعض وفيها ذكريات حلوة قوي وكل ما بيبعد ما يقدرش يبعد ما يقدرش يبعد عنك لو برج اسد فهو مش هيقدر يبعد عنك برج الاسد عموما اللي ما بيحبه ما بيسبش فهو شايف ان هو ما يقدرش يبعد عنك انت الشخص المناسب ليه الشخص اللي بيحسسه بالزبط كده شخص اللي بيحسسه بان هو طف طف بيتعامل بطبيعته معك بيحس بالحنان في العلاقه دي انت كنت حنون عليه قوي يا برج العقل واديته ومشاعر جميلة قوي 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 حسسته الاحساس ده خلت العلاقه بالنسباله زي الجنه مليانه كوبهات فيها ورده مش كوبهات فضيه دي فيها ورود وفيها مشاعر العلاقه دي مليانه مشاعر عشان كده هو احسس بان انت 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 السلميه بتاعه انت الطرف الحلو اللي فيه عارف لما يقولك انت اجمل حاجة في حياتي انت اجمل حاجة في حياتي حتى لو هو مشهور او بيشتغل كتير او مشغول عنك فلا انت رقم واحد يا برج العرب ما تخرش انت كمان شايفه ان هو بداية حلوة وانه علاقة مليانة حب عالفكرة علاقة فعلا مليانة حب مليانة حب قوي بس ممكن يكون فيه خلفات فيه انت تقمصت منه يا برج العرب فت منه موقف عمل حاجة يعني وش اكيد برج العرب ما بيقلبش كده ولكن انت شايف ان فيها حب كتير قوي العلاقة دي فيها حب كتير قوي فيها مشاعر جميلة قوي فانتو اللي اتنين مشاعركم متساوية ولكن حصل سوق تفاهم مش اكتر وتطبعا هترجع لبعض ان شاء الله بإذن الله او انت ناوي تعمل التواسط لو انت يا برج العرب مشيت وسبت العلاقة لو انت اللي مشيت او متكرر تمشي ركز معي بقى لو متكرر تمشي ومكرر ترفض عرض المصالحة وبتقوله لأ مش عايز ارجع تاني النصيحة بتقولك انتظر يا برج العرب خليك في العلاقة ما تمشيش لان الشخص ده بيحب تقوله قوي وشايفك النص التاني وشايف ان العلاقة مليانة حاجاتي يعني لو بازت هتبوز معها حيات كتير قوي لان هو بنا حياته عليك ممكن تكون كنت بتساعده بالنصيحة حتى يعني دي برضو شخص بيمصحه فممكن تكون انت كنت بتنصحه ممكن يكون كان في ازمة في حياته وانت عدته منها المهم ان هو شاعر معك بمشاعر حلو قوي فالنصيحة بتقولك ما تمشيش ما تمشيش يا برج العرب وانتظر وهو هيتصلح لو في حاجة مش عجبك في العلاقة هتتصلح وما تخافش وخش بقلب جامل وبطل بقى تحكم نفسك بطلت بقى عنيد ومتمسك برأيك بدون اي داعي لانه اذا اشقلت الدنيا علمون برضو النصيحة اذا كانوا هو بيحبك قوي على فكرة والنصيحة بتقولك لو سمحت ما ترفوتش العرض وعلى فكرة برضو ذكرت الخاطب واخد واخد قراره على فكرة عايز يربع واسكنت بتتكلمه دلوقتي اهد عليه لانه هو عمال يدفع نفسه كتير اوه نكون شايد يقولك على فكرة والله العظيم ما عملت حاجة والله لا برج العرب اقولكوا بقى مشكلته ايه برج العرب بنات برج العرب بالتحديد متملكة ودي مش عيب متملكين ده مش عيب لكن تخنق اللي معها لا لكن متملكين اوي ويحب الشخص اللي معي بقى بتاعهم اوهما بس فممكن زي ما قلتلك او زي ما قلتلك انه عموما انتو شايفين انه هو مهتم بحاجات تانية ويسايد كنتو متحبوش كده ده برج العرب يحب الاهتمام اوي يعني فبنشوف المفاصلين ممكن غير طبعا الطاقة الاولانية خلص طاقة تانية ولو شفتها شابع خلاص انما لو شفت ان النهاية مختلفة الشابشة فالشعر ده بيجي منين بيبقى مش بتاعدي لان الطاقة دي ممكن تبقى يعني معفوش عن بعض حاجة خالص خالص طاقة مفاصلين برج العرب مشاعر ايه حاليا ويناوي الخطوة اللي ياخدها او عايز ايه من ده اه هو حاليا مش هقول مستقل ولكن هو شايف نفسه الايام دي وابدأ يبصل نفسه وبدأ انه هو يشتغل على نفسه شوية اه خرج خرج بره السجن افكاره خرج برج العرب ممكن ناخد ورقة تانية بص يا برج العرب هو حاليا خرج بره الهواجز اللي هو كان عاملها نفسه العلاقة بازت طمام فهو بدأ دلوقتي حالا يتحرر من الهواجز اللي كان فيها وبدأ يخرج بره الافكار السودوية اللي كان عيش فيها اللي هي قلم الفراء ولحظة الفراء نفسها سواء يعني شدته مع بعض اي حاجة وبدأ يشوف هيعمل ايه في حياته سواء كان هيتم بشغل او يرجع العلاقة مرة تانية لان ده شخص مستقر وفعلا فعلا بقى مستقر دلوقتي يعني هو حرفيا بقى مستقر ومستقر في مشاعر على فترة مشاعره مستقر دلوقتي وبدأ خرج من الدلوقتي طيب هو ناوي على ايه هو ناوي هو طبعا مجروح بصوا دي يعني مرحلتين من مراحل وجع القلب عموما فهو خرج طبعا من كده وهو في السابق كان بالمنظر ده قلبه مجروح منك جامد قوي وتعبان قوي ممكن من غيرك مش منك ممكن تقوله مع من طولش حاجة هو اللي مش فهو من غيرك تعبان وناوي يرجع تاني العلاقة لانه اكتشف ان انت السول ميت بتاعه ممكن تكون تعمل مع حد برج الجوزاء يعني او مزاني برج هوائي هو تاني وهوائي برضو مشاعر في ايه بس تمام بدأ يكتشف ان انت السول ميت بتاعه انت شخص الجميل اللي في حياته وانت الحب الحقيقة وهيرجع توازن العلاقة دي ان شاء الله بإذن الله تاني او 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 ان هو او 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 ممكن يكون شخص ده هيزهر في شهر الثمانية مش سبع يعني فجئ المساعات ممكن يكون بغاية الرقل من الحمد لله اخر شيء يجبني في الموضوع قبل بس ما مبتدي في كراءة خسر حالة بس كينة بص يا برج العقرب الشخص اللي جاي في حياتك هو شخص من برج مائي زيك وممكن يكون برضو برج الأسد برضو أو برج تراب الشخص اللي جاي في حياتك ده هو شخص ممكن يكون شخص قدين برضو أو شخص من الماضي برضو ممكن ميكونش كان فيه علاقة أصلا ما بينكم ولكن هو يحمل مشاعر خيادة قوي لك قوي 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 يعني وممكن يكون الشخص اللي من الماضي ده مشاعره كانت متزبزبة في الماضي يعني كان بيخش بحياتك ويخرج تاني بسرعة يعني يتكلم شهر ويغيب 3 شهر و 6 شهر فمكتش عايفة وعايز منك ايه؟ وبعد كده مشي تماما ومرجعش تاني فهو راجع تاني وممكن يكون شخص جيد بقى شخص يعني شخص حبوب جدا وبيحمل مشاعر طيبة لك ويعتبر السلميت بتاعك أو شبهك لأن ممكن يكون شبهك مش السلميت بتاعك شبهك بس مش اكدر ومشاعره ايه؟ هو مشاعره مندفعة جدا عليك وعايزك وعايز يقفل عليك الشابتر زي ما بيقوله جدا عايز يقفل عليك الشابتر من حياته عايز يقفلها عليك وعايز استقرار معاك انت لو هو شخص جديد خالص فهو مختارك انت مختارك انت وعايزك ممكن تكون كانت علاقة سلاسية وعاة